فنبدأ بحكيم زياج أول شيء سأقول لها بأن حكيم زياج الطريق عليك توظف بها مع تشالسي بصراحة خصوصة إعادة تنتظر وقلتها مرة مرة مجوش واحد إعادة ذي النظر بشأن حكيم زياج يعطيك واحد المرضود الذي هو جيد وما يتحرق مع الجمهور وحتى بالنسبة المغربة التي يتفرجون فيه لا يبدو بأن زياج دعي فاليوم زياج في الحالة الدفاعية توظف على أنه يوقف مع اللعابة الخط الخلف الذي هو اللعابة الدفاع كان يوقف في اتجاه الضهر الأيمن الذي هو جيمس كما تلاحظون هنا وزياج يكون اللعاب الخامس إضافة ذكر بعض اللعابة التي يكونوا في الخط الخلفي وزياج يكون اللعاب الخامس بالنسبة للشيسي في الخط الخلفي لماذا زياج توظف على الحالة الدفاعية بهذه الطريقة هذه تبقى رؤية المدربة فأما من ناحية الهجومية سوف نرى بعض القاطس غيبين لأن التوضيف الصحيح لكيف كان يتوظف حكيم زياج فأنا كما تلاحظون اللعابة فأنا كما تلاحظون ستلعب لهم كرة فوق الكوت لكن لا تلاحظون والكرة ستلعب لهم فالكورة مثلا لديها أخوه فالكورة مثلا لديها أخوه فيليكس ومثلا اللعابة من عند الحالة إلى آخر إذا رجعت ستجبر حكيم زياج فالكورة التي رجعت وطاحت عند حكيم زياج ودعلي هاتير الشركة وقدر على أن يسجل الهدف فالخدمة ستحصل الحكيم زياج فهذا كامل فقط تراف ثلاثين ثانية من المباراة الكاملة ولكن هذا فقط مثال من الأمر الذي سيبقى تعود في الدقيقة المباراة الكاملة نرى الأقطة أخرى تصوضيف الصحيح الحكيم زياج أماكن لا تلاحظون حكيم زياج أو الدوب البيض هذه العلامة X في الحمر تصوضيفه بالنسبة المدرب في هذه البلاثة ولكن هنا يجب أن ينتقل هنا يلعب كورة طويلة ويقلب الاتجاه الكورة ويقلب الاتجاه راحيم ستيرلينك ويقوم بشكل طريق اللازون ليس طريق اللازون هذه الكورة ويقوم بشكل طريق ويقوم بشكل طريق من غير المدرب ويقوم بشكل طريق ويقوم بشكل طريق وهذا يجب لكم هذه شكلة أبراسة تغيير المركز بالنسبة للحكيم زياج يمكن أن يصنع هذه الفرصة غير المركز وهذا كنت صرحناه مع المنطقة المغربية كان هناك نصد الخدمة ولكن للأسف لا أعرف بالقيمة ويوطفه في البلاثة التي يمكن أن يحرقه نرى لقطة أخرى هنا أخير تلاحظه بالواقف البلاثة المال الذي لا تنسوه بالعنق وخاوي وهذا راكون تراتك لكن لا نرى هنا ستتمر إلى طولة بالنسبة لكي هافرت هنا حكيم زياج سيقوم بمجددا هذه الضرورة الوراكية ستصل إلى العرضية سيقوم بمجددا للأسف العرضية سيكون تصد لها مدافع ولكن الهجم الثامرات كانوا لقطة محسوبين هم الذين استحقوا على أن تتحدثوا عنهم لأن حكيم زياج لا تشكره بشكل صوت الأولاني وشكل صوت الثاني مقاشوية فالعنوان البارز هو صوت صوتك من المدرب لأن حكيم زياج كان يتوظف على الأقل كصاني ألعاب سيكون هناك خوافات من أجل المدرب ولكننا ما لقد تفعله طويلة ست وبنسبة لهatan ألعاب هدف الثاني كان في بهذه الطريقة سوف تصل الى الهدف الى الهدف نكمل اللقطة ساعة نتكرم الهدف هنا وصلته كورة قلنا بأنه كان مهاجم ثانوي هنا سأجد التمرير ورى الهدف الى الهدف القائم البعيد الهدف الثاني كان في هذه الطريقة تبقى اشارة قوية بالنسبة للناخب نظل انه سوف يكون في التطفيف ويستحيل انه لا يكون شراء مية نرى الهدف الى الهدف وصوصا من البونو وذلك سوف تمره الهدف بان اخرى لا تسلق للمساعدة ولكن فقط انه سوف تمره الهدف ونسبة للنصارى قمت به فيديو في صورة تاكتيك نتمنى ان تفرجوا نتبعوا الوقت هنا هناك الكورة هنا لا يبقى الجسم تمام الى الايصر ويقلبها الأيمن ايضا نشارك المدافع صافي راح بجاو الداه هنا غير تأتي الأكستيريور برابون صيري والله إلى العام لكي تشاهد فالإخوة اسمحوا اللي حطيت لكم الفيديو بطريقة فقط وقع لي واحد المشكلة مصبوح هنا كنت تتكلم عن الجيش تتكلم عن الهدف تلعب تصمد زلزولي رجعت للمشجل الاشبيلية وتتكلم عن الاداء البونو الدفاع الاشبيلية من المساعدة تتكلم أنني لم تسجل كما تسجلت والفترة التي تسجلت هي هذه الفيديو التي تفرشت فيها هذه اللقاطات التي تفرشت فيها زياج والماء فهمتوني وهذا حطيت لكم مع تعصبت كذا لا أريد أن نعود أن نسجل وحتى الوقت لا يكون كافي لأنه لا يجب أن نعود الآن نضع الحلقة الكاملة سبحوني مطلقوا فيديوهات مقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة موسيقى